هيا سأل حاجة يا حياتي عطيت الله يا حياتي عطيت الله طبعا بس ما تقول شنت سيبنا أولا طيب راجل ده يا جماعة من أسبوع تعليم أسبوعين 13 يوم الكلام مهم فيما يخص يا حياتي عطيت الله العالم كله العالم الناس كلها الألام الجماهير كلنا ناس نتحدث انه صفقة يا حياتي عطيت الله حصل فيها تعصر ويا حياتي عطيت الله مش جاي النادي الأهلي بس كان محمد جمال من 13 يوم ليه رأي آخر نسمعه وبعد كده نرجع نكمل إيه حياتي عطيت الله ممكن مفروغ كنا نقول الكلام ده من يومين يعني إيه حياتي عطيت الله خلينا أقول لك انه خلص خلص كل شيء وقع لي النادي الأهلي من أسبوع وقع للنادي الأهلي قصة كلها كانت وقفة على تفصيلها الأهلي كان عايزوا إعارة بنية البيع أكيد وقع وقع بنسبة مليون في المال بس النادي لسه ما حسن مش رئي لأ وقع هو الأجريمنت اللي ما بينه ما بين النادي الأهلي بتفاصيل العقد بالترتيب ولما بعنا وقت أقول لك التفاصيل بالزبط عاملة زي بتاعة التعاقب بتاعه والمتبقي هل هي أعارة بنية البيع والتفاصيلة دي يمكن النهاردة كان المفروض بتخلص أقول لك خلصة ولا لا الحلقة اللي جاء إن شاء الله لكن إيه حياتي عطيت الله يعني مش أقول لك بقى قريب أكتر من أي وقت قبل كده لا هو شبه شبه خلص كل شيء مع النادي الأهلي ويمكن خلال أيام يبقى فيه العيب تاني برضو الأمور ماشية عداك العيب عداك العيب والله جامد محمد جامد برضو في الحاجات اللي جامد أوي كان مخترقكم إنت وإنت شوال في النادي الأهلي عايزين جمال قاعد معاك وجوه العقل اللي يتكبر عشان بس تفتكروا محمد بس كان موجود في التيم بتاع السكاوتينج في النادي الأهلي فعش كي أقول له أنا كان جواك وإنت مش حاسين بحاجة أنا أحمال يلم هو معلومات